فابت المدرب هذا يبدو أنه عندك بعض الأحصائيات عليه طريقة اللعب متاعه والتفكير وهل هو مدرب الأنسب لتراجع اليوم؟ خلينا قبل كل شي المدرب جاي من مدرسة رومانية ونعرف المدرسة رومانية بحكم تقارب اللغة متأثرة برشا بالمدرسة الإيطالية المدرب يعتمد الخطة متاعه في الكريير متاعه يعتمد أكثر على خطة 4-2-3-1 منكم الخطة هذه لتراجع اليوم الرياضي التونسي فيه أنا تراجع عنده الـ 2-3-3-1 لذلك فما مبدئين هلو قبلو وفما حتى التقا والعيب اللي ينجموا يعتمد عليهم في الخطة متاع 4-2-3-1 4-2-3-1 4-2-3-1 مش تطلب سعنا العاب يكون لعب رقم 10 2-3-2-3-1 قدامهم أنديس أي 2-3-2 العيب والتقام لا يوجد مواصفات متاع لعب رقم 10 لا لا 4-2-3-1 نحكي على الـ 2-3-1 قدام الين دفنسي اوكي لذلك عمدوا لشواء بين العيب والتقاء وبين أقبلو وأهولو لذلك لشواء بالنسبة للاربع الزوز اللاعبين اللي نجم يعتمدهم في يعني يلعبهم في السيستم هذا بالنسبة للتراجع اليشواء موجودين لذلك حسب رأي الخطة هذي تنجم تتماشى مع المدرب ونجم ينجح بها مع التراجع رادي تونسي خاصة كيف وأنه كاردوزو أعتمد للخطة هذي الموسم الفارت بنسبة نجاح أقل كاردوزو كان فيما مشكل كبير بالنسبة لكاردوزو اللي ما نجمش يحسنه بالنسبة للتراجع رادي تونسي كاردوزو اعتمد 4-2-3-1 اعتمد في في أغلب مقابلين 4-3-3 يا لعب كاردوزو عمناول في الموسم اللي فارت اعتمد بعض المباريات على خطة 4-2-3-1 دجاه هذا اللي كان يلوموا عليه انه ملعبش بسانع ألعاب في تراجع ديمة عنده خطة وحيدة اللي هي ثلاثة ملعبية فروس ديمة يعتمد عليهم ايي لكن شوف صانع ألعاب صانع ألعاب مهوش مرتبط بالنوعية الخطة التكتيكية طب نجم تلعب بسانع ألعاب لكن يتيح قدام الين ديفونسيف ويعرف كفاش يخرج بالكورة كاردوزو جاء اساسا من تراجع رادي تونسي خاطر تراجع كانت عندها مشكلة كبيرة كسوها مع معين نوعا ما ومبعد مع طرق ثابت في كيفية الخروج بالكورة ومبعد وقت اللي جاء كاردوزو جاب معها أهولو لكن أهولو وقتها حسب رأيينا حتى كان عندي تصريح سابق نشوفوا أنه أهولو ما كانش اللاعب المناسب بش ينجح الخطة هذي وبين بش ترجي يعني تتعدى الإشكالية متاع الخروج بالكورة من اليدوزاكسيو حتى يعني وتفوت خط الضغط الأول متاع المنافسيين حسب رأيي أنه التمركز متاع اليدوزاكسيو متاع اليدوزاكسيو هو المكانش موظف كومي الفوفا ترجية رادي تونسي ما كانش تستحق أصلا وأنها يعني تاخو بيفوف بالمواصفات متاع أهولو بتاتر أهل ريليير وقالي أهل ريجيسير كان ينجي معاون خير الترجي رجوعا للمدرب المدرب بعد تجربة في رومانيا كانت تعدد تجربة في البطولة السعودية وقت نشوفوا الأحصيات نشوفوا أن المدرب يعني يقبل برشة أهداف وممتون يساجل الأهداف لذلك أنا فهما بتاتر فهما مشكلة متاع متاع الكيليبر بالنسبة للسيستام متاعه وبيان في الستيل دي جو متاعه هذي اللي ينجم يقلق شوية للترجي إذا كانوا عنده مشكلة يعني في التوظيف اللاعبين متاعه والسيستام متاعه يكون فيه نيكي ليبر لذلك أنا بشي يسبب برشة مشاكل للترجي رجوعا ديما للأرقام والإستاتيك اللي شيفناها بالنسبة للقبول الهداف وكيف كيف بالنسبة للتجيل للهداف لذلك كانت عنده كما كما ذكرت طارق كانت عنده كانوا يصل للنهائي مع الأهلي في الشامبيزليغ أزياتيك لذلك إجمالا حصل زادة حتى على ألقاب حسب معلوماتي عنده جي ستة عنده الألقاب مع مع الوحدة الإمارات في الوحدة الإماراتي وعنده وعنده الألقاب في البطولة الرومانية أولا نقول لك بكما ريسناتاه مع ستيوى بوخاريس هذه الزوز بطولات في 2013 و 2014 هذه السوبر كوب في رومانيا 2013 هذه كوب دولاليج في رومانيا 2016 عمل في نال منشامبيونز ليغ مع الهيليل 2014 مع الوحدة الإماراتي هذه السوبر كوب في 2018 هذا السوبر كوب في 2017 و 2018 عمل مرتبة ثانية في بطولة الإمارات عام 2018 اه هادم تقريبا ابرز عنده عنده تجربة فيها ريب الجين مع فريق باكو عمل فينال كاسر ريب الجين فيمو ٢٢٣ تقريبا هادم ابرز المحطات ليه ابرز في العمر نتاعه هو اثري تمام ٤٩ سناء كيفاش يبدأ صحيح بوخارسة النادي كبير ونجم قولوا اي الالقاب لكن ديم احنا توركزوا على الالقاب في البطولات العربية اللي هو تتماشى مع نحن لكن انا مش نسخ ما ثابت على اله قلت انتي اسكو هو السيستام بتاعه اللي يلعب به الفرديات بتاع التاراجي تتماشى مع السيستام متاعه ولا تعواني قلت وصلت ميدان عنده ما يمشي معه شو بالنسبة للفرديات رو تتماشى مع السيستام الكل اذا كانت عندك فرديات مش نجح مع السيستام الكل اذا كان عندك نقص في النوعية يعني بنسبة الكاليتة تكنيك انديفوديول متاع الجوال بطبيعة مش تأثر على اي سيستام دي جو يعني سيستام دي جو ما هو مش مرتبط بال بالفانيات متاع اللاعبين يعني خطر الاربع عثنين ثلاثة واحد اللي هو اللي تعرف انتي اذا يعى الورق لكن في وسط المبارات اللاعبين ينجم يقلبوا لك سيستام بالفردية الامتاح. ايه ايه سيستام ثابت راو سيرتيران. ايه ايه ايه. 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 موبيل. لنا نعرف نالسيستام دي جاي كلهم فليكسيب الخاصة ان هو توى توا صغير في العمر. صغير في العمر عام تسعة واربعين سنة ومدرسة رومانية ومدرسة رومانية نتأثر ما نعرف ان هي متأثر برشا بالمدرسة اليتالية. بحكم حتى اللغة ثم تقارب اه في اللغة وفما حتى تواصل بينه وبين المدربين متاع الرومانيين ومدربين إيطاليين ديما فما تواصلوا فما حتى للكونغري يعني في رومانيا وفي ايطاليا وطاو نعرف واللي الصغار في العمر اضوما ده 35 ترون دو حتيش للسن كونت عندهم في الفوتبول الموديرن متاع عمتاوة في اللاديين متاع المدربين هضوما موجود الفلكسبيلتات ديجو عكس المدرسة على القديمة بثير دونك السيستيم نرجع ومهوش مربوط المدربين یا َ َ شو فوقا مهو بلا التأقبل ومعا تشوف ولا مربوط بالفكر متاع المدرب اشن هو yحب الضبط فيها َ َ ٣ن Lum في الوصط رو ما عاش مربوتين إنهم يعرفوا يفكوا بركة ولا يعرفوا يلعبوا يلزمهم توف الكورة المديرن اتلى حتى شوفوا فيه شوف انت في Бرشلون والا في الريال التلاة اللي في الوسط يلزموا يعرفوا يفكوا ويعرفوا يلعبوا دونك معادي شيخ طوكية في الكورة المديرن معاناتها عند يفكو وانرجيسير. او طالب. اذا في زيق اذا كاردوزو. كاردوزو عليش تنحاو? كاردوزو تنحا خاطر يقول لك اللعبة متاعه اكثر دفاعي. التركيبة متاع الوسط متاعه اكثر دفاعية مثلا يلوم عليه انه ما استعمالش مجراب الساس مثلا في مركز رقم عشرة. اذا لم اسباب خلاته يخمو حتى في تنحيته وبعد ينحيوه. او لا بالنسبة للتحنحة انا واحد من اسفلت هلك من قبل. انا ازد التنحية في الوقت هذي معناتها. لكن اذي اختيارات ترجي كيما كنت لك رأي ديما جنيرال مو وين تمر بازمة ترجع ما اقوى. لكن طوي كاي احنا طوي نحكيو عجديد معناتها. هذي المدرب معناتها اراه اه النجاح رو بالنسبة لينا نسبي. تجيب مدرب كبير ولا تجيب مدرب صغير. اذا كان الادارة الفنية متاع الترجي وسيحمدي المدب يعني يخذوا القرار وفي تنحية المدرب. المدرب مش فقط عنده اشكاليات اه حسب رأي فنية. اشكاليات تجاوز الامر الفنية. لا حسب المعطيات انا عرف انا والمدرب نعرفه بالكده انا. نعرفه مقبل ما اجيه للترجي ونعرف اسطاف الاخدامة معهم اصدقائي مقربين. ونعرف اللي المدرب هذي وقت اللي في السكسي. بعض السكسي. كل سواء قصة في الوقت اللي يربح بطوليته ولا يربح مقابلات كبيرة. اه. هو ما البحش ببطوليته. بحش كان بطولة في مسيف تماما يا. خليه مقابلات الكبيرة. مقابلات الكبيرة ولا بطولة كيما البطولة تونسية. هيا في الوزر القبل واحيتي مسيفه. ما عندوش القبر. اه. دونك ما 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 يتحكم مش برشة في اللي يزي موسيون بتاعه. اه. والمدرب انا نعرفه اللي هو عنده شوية اه شوية مشاكل مع المدربين اللي صارتلو في الكارير اه بتاعه. دونك اه. كيفيش مع ستاف وديميخ الموما? لا لا ستاف القديم مش هذي اللي خدم معه. اه هذا جديد اللي هي. لا لا اي فهم كان يخل مع ستاف. لا مش جديد. هذي المدرب. فابيو. ثم اه واحد. فابيو يخدم معه في الاربع سنين اللي خلانين. حتى مدرب الحراس. وخدم معه في رويافي. حتى مدرب الحراس كان نخدم معه في الهلال. نحكي على كردوز. نحكي على كردوز وعليش سبب بتخلي عليه. نتصور انه سبب بتخلي مش يعني اه المشكورة برك مشكورة برك.